الحكمة من غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا يمكننا أن نحصرها في جهة واحدة ولا يمكننا أن نلخصها في نقطة واحدة غيبة الإمام أمر عظيم عظمته تتفرع عن عظمة مشروع الإمام نفسه صلوات الله عليه إمامنا عظيم عظيم في ذاته عظيم في صفاته عظيم في أفعاله عظيم في قراراته عظيم في كل شأن من شؤونه ومر علينا كلام إمامنا الرضا كيف أن العقول قد ضلت وكيف أن العظماء قد تصاغروا وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله مر هذا الكلام علينا في الحلقات الماضية فإمامنا عظيم وشؤونه عظيمة ومشروعه عظيم غيبته هي الأخرى عظيمة لأنها شأن من شؤونه العظيمة ولأنها ترتبط ارتباطا مفصليا بمشروعه العظيم أمر عظيم لا نستطيع أن نحصر حكمته وغايته وأسبابه في جهة واحدة فلابد أن نعرف من أن الحكمة في غيبة إمام زماننا صحائفها عديدة أئمتنا حدثون عن بعض صحائف هذه الغيبة وتركوا جانبا إلى زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه من جملة ما حدثونا به من أن الإمام بادر إلى الغيبة وغاب تجنبا للقتل فإن العباسيين كانوا يبحثون عنه في كل مكان وأكثر من ذلك عمه جعفر الكذاب كان يسعى إلى قتله كان يبحث عنه في كل زاوية في كل جهة يتوقع أن يجده فيها تعاون من تعاون معه من الشيعة وتعاون من تعاون معه من النواصب وتعاون هو مع السلطات العباسية العباسية آنذاك وكل هؤلاء يريدون قتله يريدون قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا الأمر لم يتوقف في زماننا هناك الكثير من الجهات لو أنها علمت بنحو الدقة بمكان وجوده صلوات الله عليه فإنهم سيسعون إلى قتله وهذا الأمر ليس احتماليا هذا أمر قطعي هناك جهات في الوسط الشيعي وفي غير الوسط الشيعي تريد تصفية الإمام وتريد قتله ولذا حينما نكون قريبين من وقت الظهور فإن الإمام يتحرك تحركا قد لا يكون سريا إلى أبعد الحدود بإمكان الأعداء أن يتلمسوا مكانه من هنا سيبادر السفياني للسعي إلى قتله أو إلقاء القبض عليه وما جيش الخسف الذي سيخسف به في بيداء المدينة إلا كان دفعا من السفياني لمحاولة قتل الإمام صلوات الله عليه إن تمكنوا من ذلك وسيصل جيش الخسف هذا في الساعات الأخيرة التي تسبق الظهور الشريف وسيخسف بالجيش ويصل خبر الخسف إلى الإمام وهو في مكة في بداية ظهوره الشريف على أي حال لا أريد أن أتناول تفاصيل هذه المسائل فأحاديثهم الشريفة حدثتنا في جانب منها عن أن السبب الذي جعل الإمام يبادر إلى الغيبة هو أن يتجنب القتل أن يتجنب محاولات الإغتيال والقتل والاعتداء عليه من قبل عمه جعفار من قبل العباسيين ومن قبل سائر أعدائه وهذا الأمر لا زال جاريا إلى لحظة ظهوره قطعا الغيبة لم تكن لأجل هذا الموضوع فقط هذه صفحة من صفحات الغيبة رواية يحدثنا بها أبو خالد الكابلي عن إمامنا الباقر أقرأها عليكم من عوالم العلوم وقد وردت هذه الرواية في غيبة الطوس أبو خالد الكابلي يسأل الإمام الباقر هكذا يقول سألت أبا جعفر أن يسمي القائم عليه السلام حتى أعرفه باسمه فقال يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة قطعة قطعة هكذا يقول أبو خالد الكابلي سألت أبا جعفر أن يسمي القائمة حتى أعرفه باسمه قال يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة وهكذا كان ناويا أن يفعل جعفر الكذاب وأولاده وكان له الكثير من الأولاد الكثير الكثير من الأولاد للكذاب هذا هذه القضية واضحة واضحة جدا من أن جهات تسعى لقتل إمام زماننا منذ بداية الغيبة وإلى يومنا هذا وإلى وقت الظهور الشريف نذهب إلى فاصل تسعى 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 تسعى